افتتع اليوم الامين التنفيذي للجنة حوض بحيرة شات عمران سانوسي عمال الورشة التدريبية حول سبل ادماج تسيير المياه الجوفية في البحيرات باتخاذ بحيرة شات نموزجا لهذه الفكرة المناسبة شهدت حضور اعضاء لجنة اللجنة بجانب اعضاء السلك الديبولوماسي عائشة احمد دوكي تقييم ودراسة العوامل التي تعرقل من توسع حوض بحيرة شات وتدهورها هذا ما استدعى الى انعقاط الدورة الثانية والستون لمجلس وزراء الدول الاضاء للجنة حوض بحيرة شات والذي نظم من قبل وزارة المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع لجنة حوض بحيرة شات والمشروع الالماني بجي ار حيث تناقش هذه الورشة التدريبية سبل ادماج تسيير المياه الجوفية في حياكل البحيرات نموزج بحيرة شات وان الشعار الذي وضع له هو اهمية الحفاظ على البحيرة في ظل التغيرات المناخية استحلة المناسبة بكلمة المسؤولة المراقب لحوض بحيرة شات دي بيلي كوبي ميشيل الذي تناول اهم النقاط التي يتم الوقوف عليها خلال هذه الورشة وكيفية تحليلها ومعالجتها الامين التنفيذي لحوض بحيرة شات سنوسي عمران عبدالله اشار بانه لوهز في الاوين الاخيرة انخفاض كبير في نسبة المياه الجوفية بشكل عام تزامنا مع ارتفاع النسب السكانية حسب الدراسة الديمغرافية للسكان الذين يقطنون على ضفاف البحيرة مما زاد احتياجاتهم الى المياه ولاجل ادارة افضل وبشكل متدام وضعت خطة واستراتيجيات لاحترام ميثاق بحيرة شات وكذا التعرف على اشكاليات المياه الجوفية وتوعية المشاركين حول اهمية تقاسم المعطيات من ايدي تنمية المعارف لمصادر مياه البحيرة